بشكل مباغت تشن أجهزة الأمن التركية حملة في اسطنبول ضد مشتبه بتعاونهم مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد العملية جاءت في إطار التحقيقات أطلقها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة في اسطنبول بحق 46 شخصاً بعد كشف مقال إنه مخطط للموساد كان يهدف إلى مراقبة واخططة في أجانب مقيمين في البلاد جرى اعتقال 33 مشتبهاً وما زال البحث جارياً عن 13 آخرين وهذا يأتي بعد الكشف عن نية إسرائيل اغتيال أفراد من حماس على الأراضي التركية ومن يومها حذر التركيا أنها سترد بقوة على أي محاولات إسرائيلية وبدأت الجهات المختصة بمتابعة النشاطات الإسرائيلية عملية اليوم كانت نتيجة لهذه المتابعات العملية الأمنية التركية جاءت أيضاً في خضم تصاعد خطاب أنقرة رسمي ضدت الأبيب على خلفية الحرب في غزة وأيضاً وسط استمرار حالة التضامن الشعبي الواسع في الشارع التركي مع الفلسطينيين هدف إسرائيل هو إرباك تركيا فقد أثارت المواقف الرسمية والمظاهرات الشعبية قلقاً شديداً لدى الموساد كما يبدو بحيث لجأ للتخطيط لبعض العمليات هنا في تركيا في ذوء ذلك لا نتوقع أن تكون العلاقة أفضل بين البلدين خاصة بعد مجزارة غزة وبتلك القراءة يمكن القول أن حلقة جديدة من التوتر أضيفت للعلاقة بين تركيا وإسرائيل فبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها سلطات تركية تفكيك خلايا للموساد الإسرائيلي داخل تركيا إلا أن العملية الجديدة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الأمنية والسياسية قد تكشف الأيام المقبلة عن مزيد منها محمد المشهرة واسكان نيوز عربية اسطنبول